اه هقول لحضراتكو حاجة تانية برضو في النادي الاهلي قصة بالرمضان النهاردة السوشيال ميديا كلها بلية تتكلم وتقول ان بالرمضان خلاص الصفقة راحت والصفقة مش هتم وانتهت انا بقول لحضراتكو ان الكلام ده مش صحيح النادي المجري اللي بلعب له بالرمضان بدأ يطمع شويتين لان لقى الناس الصحافة في تونس والاعلام في تونس بتكلم الاعلام في مصر بتكلم اه دخول احد الاندية السعودية على الخط وزيادة اه المخصصات المالية للنادي المجري عن اللي قدموا النادي لأهل النادي النادي كان مقدم في حدود اثنين مليون وثلثمائة الف دولار ممكن يزوتها كمان اوبشن كده سبعمائة الف امتيازات للنادي لكن الصفقة لم تفشل حتى الان خدوها مني اللي خصل وقيلة على لسان والد بالرمضان كلام غير مضبوط وغير صحيح اذاعة تونسية كان هناك اتفاق ان حيكون فيه مدخلة مع والد بالرمضان معاهم لشرح الموضوع حاول المعد في الاذاعة الاتصال والد بالرمضان الاتصال فشل فما كان من المعد ان هو نقل للمذيع الداخلي اللي بيقدم في الاذاعة التونسية ان بالرمضان والده بيقول ان صفقته مش حتم وان فيه تمسك من النادي المجري به وان النادي الاهلي النادي كبير ولكن عاوز يكمل تجربته في اوروبا الكلام ده مصحيح تمام ما تقلش على لسان والد بالرمضان وبعدين الاوروبا لما يكون في بلجيكا او يكون في سويسرا اللي هم الفاتلينة اللي بنعرض فيها اللاعبين اللي لسه طلعين من بلاتهم زي ما محمد صلاح وانيني كانوا موجودين في سويسرا تمام زي ما الكابتا عم حاسا كان موجود في بلجيكا زي ما كان احمد حسين ففي دول معينة في اوروبا هي الفاتلينة بتاعة العرض اللاعبين المجر مش من ضمنهم فوجودك في الدوري المجري لا ده انت تتسوى لاوروبا من الدوري المصري اكثر جدا من الدوري المجري فدي قصة بالرمضان باختصار العرض مازال قائم ومفاوضات الاهلي لم تنتهي بعد والاهلي نفسوا طويل جدا في موضوع المفاوضات تمام فده ما يخص بالرمضان اعزونا احنا مشينا معاكم واحدة واحدة اهوة كل ما يتعلق بيه النادي الاهلي ايبا احنا انتظار